بعد تعيين رئيس الاف بي اي السابق رئيسا للجنة التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الامريكية ترامب يعد التحقيقات اكبر حملة اضطهاد في تاريخ البلاد القوات العراقية تحاول التقدم في احياء شمالي غربي الموصل وتوقعات اممية باستمرار نزوح من المدينة عشية الانتخابات الرئاسية الايرانية صمت انتخابي وسط تنافس محموم بين المرشحين اهلا بكم والبداية من ملف التحقيق بشأن العلاقة المفترضة بين روسيا ورئيس الامريكي دونالد ترامب سعينت وزارة العدل الامريكية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الامريكية من شهاده عبر ترامب عن امله في ان يتم الانتهاء سريعا من التحقيق ووصفه بانه اكبر اضطهاد في تاريخ البلاد ما بين نف وتأكيد تتعقد قضية الدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية فمع اقالة كل مسؤول له يدوم التحقيقات الجارية يعين مسؤول آخر ليكمل المهمة وزارة العدل الامريكية اعلنت تعيين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الاسبق روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الامريكية الوزارة اوضحت ان تعيين مولر لا يعني ان هناك جرأة مقدر تكبت بل يأتي في اطار المصطحة العامة للدولة تعيين مولر جاء على خلفية اقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي الذي كان يشرف على التحقيق الخاص بالتدخلات الروسية كما يتزامن ذلك مع تزايد الاتهامات لترامب بسعي لعاقة هذا التحقيق عقب اقالته لجيمس كومي وفي المقلب الاخر رد البيت الابيض على تعيين مولار بالقول ان التحقيق سينتهي لم اكد عليه ترامب سابقا من انه ليس هناك اي تواطئ بين حملته وجهات خارجية لكن ما عقد الامور اكثر على ترامب هو ما سرب عنه انه نقل الوزير خارجية الروسي معلومات لاستخبارية حساسة قد تضرب الامن القومي الامريكي امر رفضه ترامب مؤكدا انه تباحث مع المسؤول الروسي بقضاية تهم الامن القومي الامريكي ولا تضره شيئا تلك التطورة في قضية تدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية تعقد المشهد وتزيد محاة الانفصام السياسي التي تعيشها امريكا بحسب وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمزيد تنضم الينا من واشنطن مرسلتنا ريمة ابو حمدية ريمة كيف تتطور هذه القضية على ضوء الاستياء الكبير الذي عبر عنه ترامب بشكل متسارع هناك الادارة من جهة وهناك الشارع الامريكي الذي بدأ يتحرك اكثر بهذا الموضوع يتابع اكثر هذا الموضوع وهناك القاسم الاهم وهو الكونغرس والذي من بداية هذه الازمة سواء موضوع الاتصالات مع روسيا كشف الرئيس الامريكي لمعلومات سرية خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي اقالة كومي من قبل ترامب وما تابع ذلك من كشف لتقارير عن ان الرئيس الامريكي طلب من كومي الكاف عن التحقيقات بشأن الجنرال فلين كل هذا بدأ يتطور بشكل متسارع لدى الكونغرس الامريكي الذي بداية كان يرد حزبيا واليوم نشهد تغيرا في موقف الكونغرس الامريكي بشكل عام على سبيل المثال البارحة حاولت احدى المحطات الحصول على واحد من الجمهوريين للدفاع عن موقف ترامب لم يقبل اي جمهوري من الكونغرس الامريكي أن يظهر على التلفاز ويدافع عن ترامب على الأقل كما قالوا لحين معرفة كافة التفاصيل والكشف عن المذكرة اليوم نحن بانتظار أن يقوم كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق المقال أن يقدم شهاداته أمام الكونغرس كما طلبت لجنة الاستخبارات الامريكية أيضا سيقدم مذكراته للكونغرس الامريكي وفي المقابل هناك الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي في بيان عبر عن أمله في أن تنتهي هذه التحقيقات سريعا وقال أن هذه التحقيقات ستثبت المعروف وهو أنه لا يوجد أي تواطئ ما بين حملة ترامب والجانب الروسي طبعا هذه التطورات متلاحقة جدا في الشارع الأمريكي على الساحة السياسية الأمريكية شكرا جزيلا لك ريمة أبو حمدي مرسلتنا من واشنطن تواصل القوات العراقية منذ فجر اليوم اقتحام حي الربيع شمالية الجزء الغربي من مدينة الموصل شمال العراق والقريب من المنطقة القديمة كما تخوض القوات العراقية معارك في حي السابع عشر من تموز شمالية الجزء الغربي من الموصل بهدف استعادته وفي المحور الغربي لمحافظة نينوى أعلن الحجد الشعبي استعادة مطار سهل سنجار العسكري جنوبية ناحية القيروان شمال غربي مدينة الموصل في هذه الأسناء توقعت منظمة الهجرة الدولية نزوح عشرات الألاف من المدنيين في الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب المعارك من منطقة الموصل القديمة في حين انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة اجبار الجيش العراقي مئات العائلات العراقية النازحة على العودة إلى أحياء الموصل الغربية نزوح لا يتوقف بعد مضي أكثر من شهرين على بدء معركة الموصل لا يزال مسلسل النزوح مستمرا هنا شادات أممية لا تتوقف لحماية المدنيين خاصة مع استمرار المعارك بين القوات العراقية التي تحاول استرداد السيطرة على كامل المناطق في الموصل من أيدي مقاتلي ما يسمى الدولة الإسلامية تحديات كبيرة تنتظر منظمات الإغاثة الإنسانية مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العراق بشكل يفوق خمسين درجة مئوية في وقت لا يزال هناك ثلاثة ملايين نازح في جميع أنحاء العراق الأمم المتحدة حذرت أن قرابة 200 ألف شخص في الموصل وضواحيها ربما يضطرون إلى الفراري مع توسع لعملات العسكرية واقترابها من الحي القديم في المدينة من يا حي جاي؟ من الرفاعي من الرفاعي ما هو قد طلعته؟ من الساعة 6 الصباح حسن قبل ساعتين من قلال قفحت الأراب فلصتنا ومشلون كان الوضع لك؟ والله مأسات جوه قوائل من جهة أخرى انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام الجيش العراقي بإجبار مئات العائلات العراقية التي فرت إلى مخيمات حمام العليل وحاج علي على العودة إلى مناطق غير أمينة في أحياء الموصل الغربية وسط نقص شديد للمياه والغذاء والكهرباء والمساعدات الطبية وصفة ذلك الإجراء بالمخالف للقانون الدولي وفي ظل هذه الظروف المأساوية والتطورات العسكرية أعلنت جهات عراقية رسمية أن أعداد النازحين في الموصل تجاوز سبعمائة ألف نازح في وقت صرحت فيه قيلة الجيش العراقي أنها ستتمكن من استعادة السيطرة على كامل الموصل قبل بدء شهر رمضان إلى الملف السوري الآن إذ بحث وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جناف مع المبعوث الدولي استفان ديمستورا الآليات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية ومن المقرر عقد جلسة أخرى مساء اليوم لبحث الحكم الانتقالية ومن المنتصر أن يلتقي وفد مصغر من الهيئة العليا للمفاوضات جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية في مقر الأمم المتحدة في جناف اليوم في هذه الآثة أكد رئيس وفد المعارضة نصر الحريري أن النظام يواصل قصف المدنيين على الرغم من المفاوضات الجارية للأسف الشديد النظام المجرم مستمر بالخروقات قصف لا يتوقف عن مختلف المناطق السورية في دمشق وريفها في ريف حلب وحمص وحماء ودرعة وإدلب كل المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار هي تحت مرمى نيران الإجرام الأسدي لا ننسى جريمة استخدام الكيماوي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها النظام هذا السلاح المحرم دوليا والذي يستهدف فيه المدنيين من أبناء شعبنا ينضم إلينا مفادنا إلى جناف زاهر عمرين زاهر ملسي رشح عن اجتماع وفد المعارضة بدمستورة وأي انتباعات خرج بها الوفد نعم بحسب المتمر الصحفي الذي انتهى منذ دقائق فقط والذي عقده النصر الحريري أكد أن لقاءين اثنين عقداء اليوم الأول على المستوى الفني لنقاش القضية أو الأرضية الدستورية الخاصة بعملية الانتقال السياسي والثاني كذلك يتعلق بالإجراءات الممكنة لعملية الانتقال السياسي وهو بعكس ما راجع حول الاكتفاء بالاجتماعات التقنية التي تنصب فقط على البنود الدستورية دون التطرق لعملية الانتقال السياسي كما أكد نصر الحريري في هذا المؤتمر أن الرسالة التي يودون إرسالها إلى الروس خلال اجتماعهم الذي يجري حاليا في الواقع مع نائب وزير الخارجية الروسي الموجود هنا في جنيف أكد أن الرسالة هي أن يتوقف الروس عن قصف المدنيين في سوريا وأن يوقف نظام القتل المجرم على حد تعبيره من الاستمرار في عمليات العسكرية التي من شأنها التشويش على العملية السياسية الجارية في جنيف وأيضا المساهمة في عملية تحويل اتفاقية المناطق الآمنة إلى اتفاقية أو إلى توسيع مناطق التهدئة لتشمل كامل سوريا بالعموم عند سؤاله عن موضوع مدى جدوى جنيف ستة وهو الآن يدخل يومه الثالث وينصف فقط على القضايا التقنية قال الحريري أن هذه اللقاءات الفنية أو التقنية هي جزء من العملية التفاوضية لا تنفصل عنها لكنها أقل من المؤمل أو المعول عليه بالنسبة لهذه الجولة شكرا لك زاهر عمرين مفادنا إلى جنيف يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صندوق الاقتراع غدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتنحصر المنافسة بين الرئيس الحالي المنتهي ولايته المحسوب على الإصلاحيين حسن روحاني والمرشح إبراهيم رئيسي المحسوب على المحافظين ويشكل الشباب في إيران نحو 40% من السكان ويشارك هؤلاء بفاعلية في كل استحقاق انتخابية رغم تراكم مشاكلهم التي تنتظر حلولا واقعية من الرئيس القادم من تهران تنضم إلينا مراسلاتنا فرح الزمان شوقي إذن فرع عشية هذه الانتخابات الرئاسية كيف يبدو نبض الشارع الإيراني؟ هل هناك حماسة للتوشه إلى صندوق الاقتراع غدا؟ بصراحة من الممكن القول إن الشارع الإيراني محموم الإيرانيون يترقبون بفارغ الصبر ما الذي سيسفر عنه الاقتراع الرئاسي الذي سيجري اعتبارا من الساعات الأولى من يوم غد الجمعة بصراحة المشهد الآن يحمل العديد من المفاجآت لا يمكن ألبت بالتوقعات فالانسحابات التي وقعت مؤخرا خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى تحول الصراع إلى منافسة شرسة بين جبهتين جبهة معتدلة إصلاحية من جهة متمثلة بالرئيس حسن روحاني وجبهة أخرى محافظة متمثلة بسادن العتبة الرضوية إبراهيم رئيسي هذه الانسحابات كان لها الدور الأكبر في شد شرائح مختلفة من الشارع الإيراني ولكن بكل الأحوال انتهت الدعاية الانتخابية اليوم خفت صوت المرشحين كما خفت صوت المواقع والصفحات والتطبيقات المحسوبة على كليهما ولكن بكل الأحوال كما قلت لكم فإن الشارع قلق بالفعل من هذا الاسبح ما هي العوامل التي من المتوقع أن ترجح كفة أي جبهة على حساب الجبهة الأخرى؟ العوامل تنقسم إلى داخلية وخارجية كلا المرشحين ركز على شعارات تتعلق بالسياسة إيران الداخلية وأخرى خارجية المرشح حسن روحاني ارتكز على الاتفاق النووي كأبرز إنجازاته من ستوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حسن روحاني سيختار خطابة دبلوماسية خطابة تعامل مع الغرب وهو ما يتيح فرص عمل أكبر كما قال لهم من المرجح هنا أن يختاره سكان المدن الكبرى بالإضافة إلى فئة الشباب لكن على الضفة الثانية أي فيما يتعلق بالمرشح إبراهيم رئيسي الذي ركز على مقاومات الداخل أكثر هو أكثر تشددا يدعو لعدم الالتصاق بالغرب ويعتبر أن بناء الاقتصاد المقاوم قادر على حل حالة كل مشكلات الإيرانيين المعيشية وارتكز أيضا على إخفاقات الرئيس الإيراني خلال السنوات الأربعة من حكمه صحيح أنه استطاع توصل الاتفاق النووي وأبعد شبح الحرب عن الإيرانيين وهو ما حقق استقرارا نسبيا في الداخل لكنه لم يحل العديد من المشاكل ومنها البطالة الفقر الطبقية وغيرها وهي الثغرات التي يركز عليها رئيسي بالفعل شكرا جزيلا لك مرسلتنا في طهران فرح الزمان شوقي ونشتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أشرف نمري نموذج لنجاح زويل احتياجات الخاصة في تونس أهلا بكم من جديد استشد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين مسلحين في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية ظهر اليوم كما أصيب صحفي بجراح متوسطة خلال مواجهات أعقبت مسيرة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام إذ ترجل مستوطن من سيارته عند حاجز حوارة وأطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين أعلنت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسف أن وباء الكوليرا الذي يشتاح اليمن تسبب في مقتل 209 أشخاص في الأسبوع الأخيرة بينما يشتبه في إصابة أكثر من 17 ألف شخص آخرين بالوباء وقال المتحدث باسم مكتب المنظمة في اليمن محمد الأسعدي إن الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا تزداد بنحو 3000 حالة يوميا نعوش في الأياد لكن في طياتها رمقاء هكذا كان مشهد الأطفال في هذا المكان في ردهات المشفى المزدحمة أنينون صامتون من آلام الكوليرا وباء وكأنه يريد أن يعيد رسم حالة البؤس التي ولدتها الحرب بوشه آخر أكثر بؤسا كل عشر دقائق يموت طفل دون سن الخامسة وفق تقديرات الأمم المتحدة تفشي الكوليرا كما يحدث الآن خطير للغاية إنني أقف هنا في ممر مستشفى الستين وهو المستشفى الرئيس لرعاية الأممة والطفولة في البلاد بأسرها من المذهل أن نرى عدد المرضى الذين تسربوا عبر الغرف إلى الممر هؤلاء هم من المرضى الذين يعانون من الإسهال المائي الحاد والكثير منهم يمكن أن يكونوا مصابين بالكوليرا يحاول جميع الشركاء قصار جهدهم للأصول إلى هذه المستشفيات ودعمها لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال الوباء بات منتشرا في معظم المدن اليمنية الكبرى ولم تسلم حتى عدن يوجد أكثر من 11 ألف حالة إسهال تم الإبلاغ عنها حتى الآن في جميع أنحاء البلاد منها أكثر من 250 حالة مؤكدة بالكوليرا البؤس يطل برأسه القبيح على البلاد بطولها وعرضها مع تفشي المرض ونزوعه مئات الآلاف بسبب القتال اليمن السعيد لم يعد كذلك فآلة الحرب تضرب كل مكان والجوع والمرض يحصدان أرواحا أنهكتها ست سنوات من القتال قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إنه واثق من قدرة جميع أعضاء الحلف الثمانية والعشرين على تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل آمن وأضاف ستولتنبرغ قلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف أنه يثق بشكل كبير في جميع دول الحلف كما أنه واثق بأنهم قادرون على المشاركة والتعامل مع هذه المعلومات الأمنية والحساسة بطريقة جيدة دعت تركيا إلى رحيل المنصق الأمريكي للتحالف الدولي ضد التنظيم المسمى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بريت مكجورغ واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوكلو مكجورغ برام وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني على الأراضي التركية وفي مقابلة له مع قناة محلية قالت شاوش أوكلو إنه سيكون من الجيد لو تم إيجاد بديلا عن مكجورغ وفي سياق آخر قالت شاوش أوكلو إن لألمانيا حرية سحب قواتها المتمركزة في قاعدة أنجرليك إذا أرادت ذلك داعيا برلين إلى تغيير أسلوبها في التعامل مع أنقرة نتوقف مشاهدين الآن مع جولة في جديد الأخبار الاقتصادية انخفضت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين وذلك بفعل بيع لجن الأرباح في ظل توتر سياسي في الولايات المتحدة ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليبلغ 1258 دولارا للأوقية فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب حيث استقرت عند 1258 دولارا وأربعين سنتا للأوقية تراجعت أسعار النفط متأثرة بالسبرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها منظمة الدول المصادرة للبيترول أوبيك لموازنة السوق عن طريق خفض الإنتاج وهبط خام برينت بنسبة 0.2% ليبلغ 52 دولارا وعشرة سنتات للبرميل كما خفض خام غرب تيكساس الوسيط بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 49 دولارا للبرميل فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض وصى سلسلة فضائح تلقي بظلالها على رئاسة دونالد ترامب ومستقبل جدول أعماله الطموح لدعم النمو الاقتصادي وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.23% وهبط مؤشر ستاندرد أنبورس 0.16% كما خفض مؤشر ناسدك المجمع 0.22% أعلنت السعودية تشتين شركة للصناعات العسكرية بأدف توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030 وذكرت مصادر إعلامية رسمية أنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمال الناتج محلي للمملكة بحلول عام 2030 أكثر من 14 مليار ريال ونقلت المصادر عن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع قوله أن شركة الصناعات العسكرية ستركز على الصواريخ والأسلحة والأنظمة الجوية قالت الهيئة العامة للسلعة المنية في مصر إنها اشترت 295 ألف طن من القمح في مناقصة من رومانيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة فيما لم تفسح الهيئة عن أسعار الكميات التي طلبت شحنها في الفترة المنتدة من 15 إلى 24 حزيرانيون القادم بالعودة مشاهدين إلى الخبر العجل الذي أوردناه قبل قليل أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجروح في حادث دهس في ميدان تايمز سكوير وسط نيويورك وقالت وسائل أعلام أمريكية إن رجال الشرطة ألقوا القبض على صائق السيارة الذي دهس عددا من المرأة تنضم إلينا من واشنطن مرسلتنا ريمة أبو حمدي ريمة هل اتضحت الصورة أكثر بخصوص عملية الدهس هذه تفاصيل غير معروفة حتى هذه اللحظة سوى أن بعض الأخبار تناقلت عن مقتل شخص خلال عملية الدهس هذه جرح أكثر أو صابت أكثر أكثر من عشر آخرين في عملية الدهس على الأقل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن السيارة لم تكن رباعية الدفع ما زال هناك أو هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعض الأخبار تناقلت أو بعض تقارير تناقلت عن أن ما يبدو أن عملية الدهس كانت متعمدة ولكن حتى هذه اللحظات هذا الخبر غير مؤكد من غير المؤكد أيضا عدد المصابين الذين وقعوا خلال عملية الدهس هذه والدوافع التي من أجلها قام الشخص بعملية الدهس بانتظار طبعا المزيد من التفاصيل بعد صدود تصريحات رسمية من الشرطة هل يبدو أن هذه العملية بفعل شخص واحد هذا الشخص هذا الصائق الذي ألقي القبض عليه أم أن الشرطة ما تزال ربما تلاحق أشخاص آخرين عادة في مثل هذه الأحوال الشرطة تطوق المكان ودائما تبحث في فرضية أن لا يكون العمل فردي بل يكون العمل تم عمله من قبل أكثر من شخص واحد وبالتالي لا يمكن استبعاد الفرضية الثانية أن أكثر من شخص دبروا وعملوا عملية الدهس هذه ولكن حتى هذه اللحظة الشرطة ألقت فقط القبض على شخص واحد متهم بعملية الدهس طبعا حتى هذه اللحظات من غير المعروف باقي التفاصيل فيما يتعلق بما إذا كان هو بمفرده قام بعملية الدهس أم هي عملية مدبرة وربما سيتكشف ذلك بعد معرفة كيف يمكن وصف الوضع الأمني في هذه المنطقة في نيويورك خاصة أن عمليات دهس عدة شهدتها مدن أوروبية هل كان هناك ربما تحسب لعمليات من هذا النوع هذه واحدة من أكثر الأماكن أمنا في وجود أمني مكثف في هذه المنطقة في نيويورك هي منطقة لجذب السياح بشكل كبير دائما تعوج بالسياح وبالمواطنين الأمريكيين وبالتالي هناك تواجد عسكري تواجد أمني مكثف في هذه المنطقة طبعا التكثفات الأمنية التحصينات الأمنية تزداد عندما يكون هناك خطر أو عندما يكون هناك معلومات عن إمكانية وقوع أي من الحوادث وأيضا عندما يكون هناك فعاليات رسمية وبالتالي هذه منطقة إذا كان هذا العمل متعمد بالفعل فالمتعمد اختار منطقة محصنة أمنيا بشكل أو بأخر نعم وريمة الأنباء تشير إلى مقتل شخص واحد على الأقل حتى الساعة بحسب المعلومات الواردة والصور التي تنقل إلينا ونقلت ربما على الشاشات الأمريكية هل هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع؟ هل كانت حادثة الصدم هذا؟ هل كانت متعمدة بشكل ربما قوي؟ قد يؤدي ربما إلى إصابة عدد أكبر من الأشخاص في مرحلة لاحقة أو مصرعهم؟ طبعا دائما في مثل هذه الحوادث الإصابات مرشحة على الأعداد مرشحة للزيادة لحين معرفة نوعية الإصابات التي أصيب بها الجرحة أو المصابين في مثل هذه الحوادث لا نعلم بالضبط المصابين ومدى إصابتهم ولكن في مثل هذه الحالات عادة ما نسمع عن زيادة عدد المصابين أو زيادة عدد القتلى بعد وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى بعد قليل أعتقد كما جرت العادة بعد مثل هذه الحوادث عادة ما تقوم الشرطة بمؤتمرات صحفية تعطي فيها آخر التفاصيل التي توصلت إليها بما يخدم التحقيقات أيضا طيب ريمة بقراءة أولية أي دلالات تستشف من حادث من هذا النوع ولمن توجه الرسائل طبعا الرسائل الأولية بالدرجة الأولى يعني أولا هذا جاء في وقت غير مناسب بالمرة للإدارة الأمريكية الحالية التي تعاني الكثير من المشاكل والأزمات الداخلية ثانيا هذه المدينة أو هذا الحادث يأتي في مدينة لطالما تحدث عمدتها رئيس البلدية عن الأمن في هذه المدينة عن قيام المدينة بكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أكثر من مرة لذلك أكثر من رسالة إذا كان هذا الفعل متعمد توجه لأكثر من جهة شكرا جزيلا لك من واشنطن ريمة أبو حمدية وأذكركم مشاهدين بهذا الخبر بقتل شخص على الأقل في حادثة دهس في تايمس سكوير في نيويورك وبهذا نصل إلى ختم هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء